السلام عليكم تحياتي طلابنا العزاء رح نبلش اليوم إن شاء الله في محاضرتنا رقم سبعة من مدخل العلوم الاجتماعية خلينا نعمل مشاركة للشاشة وصلنا إذا بتذكروا في المحاضرة السابقة على علم الاجتماع والتطورات الاقتصادية في عالم مثل التمهيد ضروري جداً أن نتعرف عليه ونقرأه بعجالة وإذا فيه شيء ما واضح فيه ونحاول أنه نوضحه منذ سقوط الأندلس يعني مع نهاية القرن 14 كانت أوروبا بتعيش بمستويين مهمية جداً المستوى الأول هو لما حكينا بالمحاضرة السابقة هو المخرجات الفكرية والفلسفية الكبرى اللي عادت مناقشة الكثير من الفاهيم المحورية القاعدية في بلورة جوهر الجودة الإنسانية والمستوى الثاني هو العوامل الاقتصادية يعني ما هي جوهر حقيقة وجود الإنسان واجتماع الإنسان مع الإنسان الآخر أما المستوى الثاني هو ما يتعلق بالاقتصاد والاقتصاد يا جماعة هو المحرك الأساسي لأغلب الأنشطة البشرية بصراحة بمنتهى الصدق الاقتصاد هو أكثر محرك للإنسان تمام؟ فالمستوى الثاني هو ما يتعلق بالاقتصاد والمرتبط أصلا بتطور الرأسمالية اللي وصلت إلى أهم مرحلة في أوروبا والعالم بعدها ذلك هي مرحلة ما يسمى نضج وميلاد الرأسمال المكتمل للنشأة بمعنى بهذه الفترة هذه اكتملت نشأة الرأسمالية لذلك رح نطرق لتفصيل هذه المرحلة الزمنية لنبين كيف كان الرأسمال لدور مهم جدا في تعقيد المفاهيم وإنزال معانيها من القوالب الفلسفية يعني من محط الفكر إلى آليات تنظيمية للمجتمع يعني بمعنى بعد ما كان في بعض المفكرين أبرزوا أو خلينا نقول وضحوا الملامح الفكرية للعلاقات البشرية واللي الاقتصاد أهمة تمام؟ فبعد ما كانت محط أفكار ومحط نظرية أصبحت يعني نسلت إلى المستوى العملي يعني بالفعل هي عملت على تنظيم البشر وتنظيم المجتمع والفرد وكيف تمثلت مباشرة لحتى تكون محرك لكل العملية الاجتماعية محرك لكل العملية الاجتماعية عليكم السلام أهل الفهر واحد الأقطاعية الغربية يعني من نبلش بقى بالإقطاعية منذ أواصل القرن 18 كانت الأقطاعية وصلت إلى مرحلة نمو متقدم من حيث تملك لوسائل الإنتاج وابتساع الرصيد الرأسمالي يعني صار في عندها امتلاك لرأس المال أو امتلاك لوسائل الإنتاج هيدا اللي ساعد على أنه يكبر رأسمالها يعني بمعنى آخر يا جماعة خلينا نكون واضحين في البداية الرأس مال مو مال فقط الرأس مال مو مال فقط وهي دي بديهية في علم الاقتصاد رأس المال ممكن يكون طاولة عم تستخدمه لابتوب عم تستخدمه يعني أنا كمدرسة وأستاذ الجامعية رأس مالي لابتوب وكتاب ودفتر وبعض الأمور اللي عبتساعدني في عملي فكل ما يساعد على الإنتاج يعتبر الجزء من رأس المال صح المال هو الأس الأول وهي بديهي كمان ولكن ما تمتلكه في علم الاقتصاد من صمية أصول وحاليا في المصطلح الحديث المستحدث جدا هي اللوجستيات من صمية لوجستيات يعني مثلا أنا بروح بعمل تدريب بتجيني البارت من المنظمة في بند كبير اسمه لوجستيات تمام؟ هاي اللوجستيات هي ما أحتاجه لهذا الإنتاج ما أحتاجه في عملي فبالقرنة 18 الإقطاعية كتير وصلت لمرحلة متقدمة من حيث تملك وسائل الإنتاج وابتسع رأس مالا بما يضمن لها منطقيا القدرة على أنه تتحكم ببلورة المفاهيم والمقولات حسب مصالحها تمام؟ حسب مصالحها اللي بيضمن لها بنفس الوقت استمرارية الربح استمرارية الربح هذا الربح أو هاي العقيدة خلينا نقول قائمة على تعظيم الربح دائما يعني دائما لازم يكون فيه ربح دائما يكون فيه ربح دائما يكون فيه ربح وهي العقيدة موضوثة من عهد الطرق قطع الطرق يعني من زمان كتير لأبل الطرن الأربطاش وهي دي المرحلة اللي صاد فيها شيء من الفساد في الأرض وصار جنني المال إلى حد ما يعني من خلال وسائل الفاسدة وبهذا المعنى كان من الطبيعي أن ينتظم المجتمع من جديد بما يتوافق مع مسلمات العمل والإنتاج فهون إيش صار؟ اللي صار يا جماعة أنه تشكل المجتمع من جديد هذا اللي بدنا نوصله أنه كيف تشكل المجتمع؟ تشكل المجتمع بناء على تغير اقتصادي الاقتصاد هو اللي ساعد على تشكيل المجتمع فهي دي اللي حكاها ماركس يا جماعة أنه شكل الحياة الاجتماعية جباري كان أحد مخرجات العامل الاقتصادي أو الوضع الاقتصادي أو الشكل الاقتصادي الموجود في ذلك الوقت في ذلك الوقت كان فيه من يمتلك وسائل الإنتاج اللي هن الطبقة خلينا نقول الطاعي أو الرأسمالي واتفر أيًا كانت المرحلة والشكل الثاني من المجتمع هو العاملين لدى هؤلاء اللي هن الاردي طبقة فقيرة طبقة ما عندها ما بتملك من وسائل الحياة أو الحياة الكريمة ما بتملك إلا الحد الأدنى تمام؟ في هالمرحلة هاي تحديداً حدث في أوروبا انقلاب طبقي جديد تتأثير الرأسمال وتوسعت مفهوم الملكية في يد وذهنية الأقطاعي الغربية اللي رح توسع فيما بعد مجالات النظر للسلطة مجتمعية قيادية تاريخية لحظوا المهم في الأمر أنه العامل الاقتصادي أفرز شكل اجتماعي وأفرز مرحلة تاريخية كمان بمعنى أنه العامل الاقتصادي أثر في التاريخ مو بس بالمجتمع أيضاً أثر في التاريخ فاتوسعت خلينا نقول النظر إلى هذا الأمر كسلطة مجتمعية قيادية تاريخية قادة تدريجياً نحو مفهوم حركي جديد وهو مفهوم الثورة الزراعية أي الانتقال بالمجتمع من مرحلة الانتاج المحصولي إلى مرحلة الانتاج استهلاكي واسع وبالتالي ظهر متغير جديد وسيط كسلطة تقديرية حكمت ورح تحكم أيضاً موازين القوى اللي هي السوق على فكرة هلنا إيتي وبسبب التدهور المالي العالمي على فكرة مو بس في مناطقنا ولا في مناطق الشرق الأوسط وصل الأمر إلى أوروبا وقريباً رح يوصل لأمريكا بعض بلدان محمية من هذا الأمر طبعاً بوفد سياسات مالية معينة بيحموا نفسهم ولكن بيأثروا أنه العامل الاقتصادي ملاحظين هلأ في حياتنا العامل الاقتصادي له دور مهم جداً 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 في القيم الاجتماعية وفي التعامل الاجتماعي وفي التفاعل الاجتماعي والتعاون الاجتماعي كثير مهم على فكرة يا جماعة العامل الاقتصادي والقدرة المالية في التفاعل الاجتماعي وهي بديهية فبما أنه صار في متغيرات جديدة فسلطة السوق يا جماعة سلطة السوق أصبحت متغير جديد أصبحت متغير جديد وإلو سلطة يعني السوق إلو سلطة وما بنكذب عن حال لما في بعض الأمور البديهية ما فينا نحكم أنه في شيء قوة من شيء السوق إلو سلطة والمال إلو سلطة المال بيقدر يفرض نفسه في كل زمان ومكان وهي كمال بديهية خلينا نكون شوي بعيدين عن المثالية بما أنه نحن أهل علم فالعلم بينطلق من واقع ومن حقائق الواقع ومن حقائق بتقول المال إلو سلطة والمال بيقدر أنه يصنع وبيقدر أنه ينتج وبيقدر أنه يعمل وهو بالتالي فهو متغير رهيب جدا في حياة المجتمع وهنا تحديدا وجدت الطبقة الأرستقراطية نفسها في مرحلة ضعف هي الطبقة الأرستقراطية اللي على أساس أنه في إلى سلطة وعلى أساس إلى مكانة اجتماعية بسبب سلطة السوق ضعفت بسبب سلطة السوق ضعفت تمام؟ وحالة عدم قدرة على المواجهة مع الليبرالية الجديدة فهون صار في عنتي قيم جديدة اقتصادية اللي هي الليبرالية اللي بتدعم العمل بتدعم الحرية في العمل فهون الأرستقراطية إلى حد ما ضعفت تبلشت تضعف فقيم الليبرالية نظمت علاقات الإنتاج وعملت معايير جديدة للقيم ونظمت مرحلة جديدة للمدينة وللدولة ككل فغيرت من شكل المجتمع كلنا فتحولت مع حركة التاريخ وخرجت إلى العلن نخبة تحكم وتقرر مصير المجتمع وفقا للرأسمال وهذا الشيء اللي رح يتوضح كتير في الثورة الصناعية في العنصر اللاحق يبات من المؤكد إعلان البرجوازية الغربية عن ملك التكوينها الفعلي ومنه العمل بمقضيات التركيب الطبقية الجديدة فكلنا نحكي بكل هذا الحكي أنه في متغيرات اجتماعية المتغيرات الاجتماعية محركة الأول لاقتصاد فظهور الرأسمالية وتطور الرأسمالية وزيادة وسائل الإنتاج صار فيه سلطة جديدة اللي هي سلطة السوق صار فيه تغير اقتصاد جديد اللي هو النبور الليبرالية النبور الليبرالية قدت إلى ضعف بالعلاستقراطية صار فيه قيم اجتماعية جديدة حركتها وغيرت المدينة والدولة بكل أوروبا تقريبا وصار فيه نخب جديدة عم تقرر المصير عم تقرر أنه يعني يعني تشكل إلى حد ما تشكل إلى حد ما شكل الحياة الاجتماعية بناء على متغيرات اقتصادية تفضل يا طاحل مساء الخير دكتورة أهلي مساء نوف دكتورة هلأ السؤال هل الثورة الصناعية أو الثورة العملية المتطورة هي كانت سبب تدهور الاقتصاد عيد أي سؤالك أنه نحن اليوم نحن اليوم في هذا الوقت اللي نحن فيه تمام مثل ما بنعرف أنه الصناعات صارت حديثة العمال صار واسع كل ما المعمل كان صغير وأنه الورشي اللي كانت بماكين اتنين صارت بعشر ماكينات وماكينات حديثة تمام ورغم هذا الشي ورغم هذا الشي نحن اليوم في العالم أجمل فيه تدهور اقتصادي بشو السبب السبب في هذا التدهور اقتصادي أنت لاحظ الوضع السياسي الوضع السياسي بيأثر كثير على العامل الاقتصادي أول شي بيبرز هذا التأثير في الحروب وفي عدم الاستقرار على أسعار النفط أسعار النفط على فكرة يا طاهر متحكمة في كل الاقتصاد العالمي هي واحد حسب البلد إذا عنده خلينا نقول اكتفاء بموضوع النفط أو لا كل ما زاد سعر النفط already زاد معه كل شي خاصة للدول الميحامية نفسها ماليا في سياسات مالية يا طاهر بتشمي البلد من التأثر بارتفاع أو انخفاض سعر النفط هي واحد اتنين الدهب كمان كسلعة مهمة جدا طبعا مو سلعة مهمة للتزيون ولا نعرضه على بواجهة المحلات وروحوا العرائس يشتروا منه لا أبدا السعر الدهب يا طاهر بالضبط الدهب هو القيمة الأولى عالميا اللي هي من خلاله يتم مقابلة النقد المحلي بمعنى انه أنا بدي بقدر ما عندي من مال بقدر ما عندي من دهب يشمي هذا المال في حال صار في عندي عجز من نوع ما بيسده الدهب تمام فكل دول العالم في عنده احتياطي هذا الاحتياطي هو من الدهب ليش ليسد العجز فلما بيصير فيه ارتفاع رهيب في أسعار العملة شو بيصير فيه بيصير بيبلش بقى شكل العجز يظهر مين المفروض يسد العجز الدهب فأنا ما بدي تصلكم بهذا الأمر كتير مشان ما دوغكم لأن هذه العملية أنا فهمانت كتير مني عندي أصدقاء أكاديميين اقتصادين مشرحوا لي ولكن اللي بدي إليك يا أنه رغم أنه بالفعل نتعلم تحكي فيه إنتاج ولكن ليش فيه ضائقة مادية أو ضائقة أو وضع اقتصادي مأزوم الوضع الاقتصادي المأزوم دائما يا صاهر لا يمكن يكون فيه استقرار مادي والاقتصادي في بلد فيها حرب هي حطه في بالك هي واحد اثنين لا يمكن يكون فيه استقرار اقتصادي أو مادي في بلد ما عنده اكتفاء من النفط لأني رح يكون معرض على الارتفاع المخيف والمريع في أسعار النفط كمان رح يكون معرض لهذا العجز والأهم من هذا كله السياسات المالية يا صاهر السياسات المالية للبلد كل ما كانت السياسة المالية في البلد عم تحمي عملتها كل ما كانت إلى حد ما حافظت على نفسها والبلدان اللي حافظة نفسها أو اللي حامية نفسها ماليا في العالم معدودة على أصابع الإيد الوحيد للأسف نحن ماننا منه ما بتخوض أكتر في الأمر لأني شوي مع بس أتمنى يكون عطيتك إيجابية يا صاهر أعطيتني دكتور ليزك الخير يا رب أهلا وسهلا التغير الاجتماعي نحو الثورة الصناعية كان من مخرجات الثورة الصناعية الزراعية أو الثورة الزراعية سعر كان المخرجات الثورة الزراعية اتساع نطاق الرأس من المال تضخم طموح الصع الغربي في إيجاد مجالات جديدة للسوق بما يضمن له تنمية مستمرة في إعادة الانتاج وشروط النمو المستمر للرأس مال على ذاته بحيث أنه دائماً يكون في زيادة دائماً يكون في زيادة دائماً يكون في زيادة دائماً يكون في استثمار طب في شراها عند الصاع الغربي أنه يكون دائماً في عنده دورة جديدة في رأس المال وهذا الشيء بيفترض عليه أنه يكون في عنده سوقه جديدة وهي بديهية شو معنات أني أنا أشتغل وإنتجه ما عندي من يأخذ منتجاتي الماركتينج عالياً أو التسويق الماركتينج أو التسويق حالياً هو من أهم عوامل نجاح أي شركة أو أي مصنع ليش؟ أنت قبل ما بتنتج عبتضمن أنه منتجاتك تروح فهيك بتضمن تنامي مستمر لرأس المال على ذاته تمام؟ فتفضحت هيك مفهوم الاستثمارات بما يقود ويفيد نحو الانتشار على أوسع نطاق فكانت بداية انطلاقة الثورة الصناعية حقيقة هي اللحظة التي التقى فيها الرأس المال الطموح من هو التسيد يعني بدي يسود السوء وتعظيم الربح مين عبت يقول هذا الحكي كله؟ البرجوازية الجديدة اللي كتير وصلت لما راح المتقدمة من النضج العقلي وصار فيه نصف عن تشتغل فيها خاصة مع قدرة على التوافق مع التاريخ القيمي الغربي للنخبوية بمعنى أنه صار فيه تواثق ما بين القيم وتنامي النيم القيم عفواً وتنامي هالقيم والتنامي هذا مع نخبة تقود هذا الأمر نخبة مين النخبة؟ المفكرين المتعلمين الأصحاب الشهادات العليا مع موجة فإذا صار فيه توافق مع موجة الاختراعات والنهضة العلمية اللي شكلت حركة موازية على مستوى بنية الثورات العلمية الغربية هاللحظة هنا صار فيه أو هاللحظة هيدا لقيت بين طرفي المكون الفعلي للحطر الغربي اللي دخلت من أواخر 18 وبداية 19 فهذا التنامي الرهيب في العمل المال وفي التقدم الرهيب في العمل وفي إنجاز العمل للطنقة البرجوازية الجديدة وتقدمت كتير بسبب النخبة الموجودة فيها وتنامت كتير القيم في الشارع الغربي وهذا كلته من توجوء الاختراعات والنهضة العلمية اللي كتير كانت بأوجة قريبة في هذا الوقت فهيدا النهضة العلمية كانت متوازية تماماً مع الحركة الرأس المالية أو الاقتصادية فهون بزدقة طافين اللي هن بالفعل كونوا الحضارة الحقيقية الغربية اللي هي وتنامي في العمل الاقتصادي وتنامي العلم هيك باختصار شديد توازي كان ما بين التقدم الرهيب اللي قادته البرجوازية الجديدة على صعيد العمل والإنتاج ورأس المال وأيضاً تقدم العلم فكل هيدا الأمور تلاقت مع التصنيع واللي أدى بشكل واضح جداً إلى تشكيلات جديدة اجتماعياً على مصطوى الطبقة والتراتبية والفرد والمجتمع وهذا بالخصوص أدى إلى وهذا من لين إجاء؟ إجاء من تقسيم العمل كل هيدا التشكيلة الاجتماعية اللي هي الطبقة والتراتبية والفرد والمجتمع وتشكيله من الجديد إجاء بسبب تقسيم العمل ودخول وحدة التنظيم المصنع إلى المدينة فتسعى المصنع إلى المدينة فتحولت أوروبا بالتدريج إلى صورة جديدة هالصورة الجديدة هي اللي شكلت الواقع الجديد تمام؟ هي اللي شكلت الواقع الجديد بتنظيم جديد لهذا الواقع وكرست المقولات العقلانية اللي بتمشي وراء التنامي الفردية تنامي الفردية هيدا شو؟ التنامي الفردية هو الشعار الليبرالية دعه يعمل دعه يمر هيدا التنامي الفردانية هي كانت بسبب التطور الرهيب في القيمة الاقتصادية تمام؟ وتحويل مجال تنظيم القوانين إلى الوضعية معه جاست كونت تمام؟ التي تشبعت وأدركت حقيقة القيمة بسبب المقادير حقيقة القيم المنتجة فالقيمة كلها تصارت بسبب شو؟ الانتاج وفقا لإسلوب سلعي متطور يدعمه تنامي وتلاحق تطور منظور الفرد للحقيقة الموجودية الاجتماعية ما ديت هلأ؟ عندما عنده سؤال؟ ما ديته؟ ضل ما هو صعب؟ ما شاء الله ما هو صعب؟ لا لا ما فيه شي صعب بس شوية تيكستفسارات يعني ما أكتر فضل الله يكلمك يا رب طبعا الاقتصاد حسن ما فهمت من حضرتك أنه لا يمكن أن يكون في بلد تخوض حرب بيكون اقتصادها سابت أو بمتجه السهم اللي على صحيح 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 وبنفس الوقت كمان ممكن هلأ شفت نحن مرينا بموجود كورونا كمان هي كانت إلى ساحقة كبيرة بموجودة التدهور الاقتصادي بشكل عام صحيح صار في عنا سببين بالاقتصاد أنه ممكن الموجات للمرض الواسعة صحيح وممكن الحروب وممكن إذا كانت الدولة ما عندها اكتفاء ذاتي من النفط أو ما شبه ذلك من المواد الرئيسية الذهب أو اليورايم أو المناجم يعني صح أنا فكرة أنت أتيت على ذكر سبب الراح من بالي تمام تصدق نسيت الكورونا صحيح الكورونا الأزمة الأخيرة اللي سببتها الكورونا واللي هو الانكفاء الدولي على نفسها ووقوف تماما الحركة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية هذا كله تفقيله ضريبة هائلة جدا لازالت الدول عم تدفعها لحد ديتها لأ صحيح الحكيم وهي أضافة عجز إلى عجز صحيح الحكيم صحيح أي سؤال آخر أوكي بكمل صادت الثورة الصناعية مع مرور الوقت المجتمع الغربي والعالم بعد ذلك ككل إلا تغيير جزري على مستوى المفاهيم وهالحكيمة ديهة بما أنه صار فيه تغيير اقتصادي وتغير معه المجتمع فحتى المفاهيم كلها تغيرت وكذلك أبصحت عن أشكال وبنيات جديدة للتركيبة الاجتماعية صار فيه تركيبة جديدة للمجتمع وبذلك تحول فهم الواقع وتغيرت آليات رسم الاجتماعي والقانوني والسياسي بمعنى أنه هالشكل الاجتماعي والقانوني والسياسي للمجتمع كمان تغير وفهم الواقع الاجتماعي والقانوني والسياسي أيضا تغير طبعا لهذا التغير في المفاهيم يا جماعة بسبب التغيير اللي حصلته أو اللي ساهمت فيه الثورة الصناعية إذن طبعا حقيقة الوجود المادي للأسماء باعتباره المتغير الحيوي الذي يقود ويتحكم في موازين القوى بحسب المعادلات القيمة فالواقع المادي قلب المعادلة التي كانت تقول بسلطان السماء وكان الواقع هو حسب الكنيسة يا جماعة وهي كانت الكنيسة تشكله بتتذكروا الحكي في نهاية القرون الوسطى الكنيسة كانت متحكمة في الحياة ومتحكمة في البشر ومتحكمة في الحياة السياسية بالمطلق ما حدا بشاركة حتى الحاكم كان هو عبارة عن صورة أو رسم بترسمه الكنيسة تمام؟ فهيتي الأمور كلها تغير طالص ما عاد فيه فالتغيير التغيير يعني حصل على الواقع كله تمام؟ فغيرت كلية حكم الواقع للواقع بنفسه وتغيرت حياة البشر وتنظيمه انتبعاً لأدوات الواقع نفسه طبعاً هذا الحكي ما بينطبع عنه لك دول عربية وإسلامية منحكي في إطار أوروبا ها؟ مش هما ما تنسوه تمام؟ وتغيرت حياة البشر وتنظيمه انتباعاً لأدوات أو تبعاً لأدوات الواقع النفسه ولعل هذا الإطار التنظيم الجديد كانت له دفعة قوية مع تنصف إيمان الإنسان الأوروبي ها؟ شايفين؟ مع الأوروبي بموجة العقلانية الجديدة اللي ظهرت كتيار مرافق للثورة الصناعية يا جماعة بمجرد ما أنه اتهى حكم الكنيسة اشتغل عقل الإنسان الرأس لأني برجع بقلكم الكنيسة كانت قائمة على اعتقاد وعلى فكرة معينة كانت عم تمارسها ما بتصرح فيها ولكن عم تمارسها حقيقة اللي هي أطفئ نور عقلك واعتقد كان بيوقف العقل عند الكنيسة عقلك ما بتشتغل فيه طبعاً بالقرون الوسطى مهلة بالنسبة للكنيسة عقلك ما لازم تستخدمه الله ما أعطاك هذا العقل اللي حتشتغل فيه الله أعطاك هذا العقل اللي تتبع فيه تتبع فيه مين؟ الحاكم والكنيسة بس مع هذا التغير الرهيب هذا التغير الرهيب فسح المجال لاستخدام العقل بشكل كتير رائع ومتقدم وظهرت شيء اسمه العقلانية الجديدة هالعقلانية الجديدة سارت بنفس الخط مع الثورة الصناعية لقدم صناعي لقدم عقلي لاحظوا يا جماعة لما بتغيروا الواقع وهي دي بديهية في حياة الشراط كلها لما بتغير الواقع الاقتصادي رح ينعكس على الواقع الانتاجي ومستوى رفاهية الانسان رح ينعكس على تشكيل المجتمع وتنظيم المجتمع رح ينعكس بداهة وبداية على العقل رح ينعكس على الانتاج الفكري رح ينفسح المجال أكثر للانسان لا يستخدم عقله وبساعة بيبدأ معه بساعة بتطلع معه حجمل ما يمكن أن ينتج عقل بشري ليش؟ لأني صار في عنده حرية تفكير صار في عنده حرية في التفكير وهالحرية في التفكير بتدفع أكثر للتفكير وللانتاج أكثر وأكثر وهذا اللي ما كان يعرفه الإنسان الأوروبي في عهد الكنيسة في القرور الوسطى هذا الحكي كله ما كان متاح حتى اللي كان يفكر بيعدموه يليليو ليش حكى ببداية تغيير وانقلاب على الكنيسة العدم واتهمو بالزنطقة بالإلحاد وبالكفر فقط لأني قال الأرض كروية لمجرد ما قال الأرض كروية فهو رح يبلش يهد الأساس اللي واقف عليه كل أفكار الكنيسة كان عدم دحظة أنت هون عبتخالف أوامر الكنيسة بأنك تفكر فمسمح لك تفكر تمام والتي ستعلن بشكل كلي عن لحظة قرار إفلاس الكنيسة وتصورات الكنيسة للأبد التي وجدت نفسها خارج إطار المعادلة الاقتصادية والاجتماعية الثقافية الجديدة للإنسان الغربي وهو ما يمكن أن نلحظه من خلال السلم الجديد لانتثال المجتمع الغربي وفقا لنصق الطيرورة الاقتصادي الرئيس المالية ونصق فعل تاريخي طويل يمكن أن نلخصه من خلال النقاط التالية يا الله هالسؤال ما أشمع ركنولي على هالنقطة لأني مهمة جدا تجيكم كسؤال طويل بسحب ممتع ممتع جدا تمام يمكن تلخيص هذا النقاط التاريخي الطويل من خلال واحد انتشار الاستثمار على أوسع نطاق ومنه دخول المدى في موجود حراك جديد متحرر من رواسب المراحل الاجتماعية ما قبل الفردانية يعني قبل الليبرالية اثنين دخول البرجوازية إلى المدينة وتحول النقص بمن العقيدة الدينية الرمزية إلى الرأس مالية التي تحدد قيمة العمل بمقادير الربح والاستثمار على أوسع نطاق لاحظوا أن المتغير الأول هو الاقتصاد هدوث انقلاب وظيفي للأدوار واتجاه المجتمع نحو تشكيل بنيات وروابط اجتماعية جديدة وخالفة تماما لكل الألماط القديمة من ذلك جماعات العمل وانتشار مفهوم تقسيم العمل ودخول المدينة في نظام علاقات إنتاج وحاكات تجارية جديدة لاحظوا أنها بتتشكل كل المجتمع بخلال ظروف العمل تغير نمط التفكير البشري وانتشار موجة الروح العلمية الوضعية يعني بناءا على ما هو قائم شو معنى الوضعية يا جماع؟ شو معنى الوضعية؟ من الوضع القائم يعني شيء واقعي تماما ما في أفكار غيبية ما في سيطرة لمدرسة ما في سيطرة لنظرية ما في سيطرة لكنيسة كله ما عاد موجود الموجود هو فقط الواقع مو أكتب من الواقع فتحول الإنسان الغربي وانتقل إلى نمط تفكير جديد يعتبر بفكرة العلوم في دراسة مشكلة وجوده العضوي صار فيه عنده مشكلة حقيقية واستخدم العلوم في دراسة المشكلة كمديل للوهم الكنسي لاحظوا كلمة وهم الكنسي مهمة جدا ومعبرة جدا ليش؟ لأن الكنيسة كانت تبيع أوهام فقط تبيع أوهام فقط واطعت حقائق واطعت حلول بدح المشكلات كان آخر همه أنه هذا الواقع يتغير كان همه الوحيد سيطرت الكنيسة وسيطرت الحاكم فقط انتشار موجود الفردانية واللي هي النقطة الأهم في سياق تطور الإنسان الغربي الفردانية هي جاية من الليبرالية أو يعني بداية صهور الليبرالية واللي هي النقطة الأهم في تطور الإنسان الغربي على فكرة أكثر مؤثر في حياة المجتمع الغربي هو الليبرالية أنه من خلاله وجد الحرية من خلاله وجد قيمة الشخص اللي ما كان موجود سابقا أبدا تمام؟ باعتبار المعاني الممبثقة قانون بعد ذلك فهي اللي كانت المعاني اللي مبثقة عنك بيه القانون والتي تنبع من مقاربة جديدة نتجت بفعل نقاش فكرياً اجتماعي قانوني بين ثنائية الحق والواجب شوفوا هذا هون صار فيه نقاش فكري جماعي واجتماعي حول القانون صار فيه شيء من العقد الاجتماعي رح تشوفوه أو لازم تشوفوه على اعتباره من أهم التحولات السياسية الغربية ما يعني عقد اجتماعي؟ يعني صار فيه طرفين المجتمع أو الإنسان والدولة الدولة والمجتمع اتنيناتهم في قلل حقوقه اتنيناتهم في قلل واجبات نشوفوه كلمة العقد الاجتماعي ما معنى تجابه عقد ما بين طرفين بس هي تعبير مجازي انه في طرفين اتفقوا على شيء انت تعطيني حقوقي وبعطيك واجباتك وانا بعطيك واجباتك وعند تعطيني حقوقي يعني بمعنى آخر انه تنيناتهم عليهم حق وواجب المجتمع عليه حق وواجب والدولة عليها حق وواجب المجتمع عليه حق اتباع القوانين والتزام القوانين بحيث انه ما يصير فيه اي اشكلات اجتماعية ومن حقه انه الدولة تحمي من حقه انه قانون الدولة يحمي ويضمن له حريته ويضمن له انه يعيش كما يريد بعيدا عن اي خلينا نقول سلوك سلبي تمام الدولة من حق عليك كمواطن انك تطعني ومن حق عليك اني امنك وتعيش حياة امنة واني احميك بالقانون هون يا جماعة هاي النقاشات الجديدة شكلت كل الحياة الغربية الحالية كل ما انا راه في حياة غربية من تطور هو عبارة عن تطور لهي الافكار من هون من هون طلعت كل الافكار من هون طلعت كل الافكار اللي قائمة عليها كل الدول الغربية الحالية وتوضحت مهام كل من الطرفين وتوضحت حقوق وواجبات كل من الطرفين فخلص ما عاد فيه خلينا نقول صراعات ما عاد فيه صراعات ما عاد حدا يسيطر على حدا المسيطر الوحيد هو القانون فقط تمام فانتهى القانون الوضع الغربي للاعتراف بمقولة الفردانية يعني الشخص وحقوقه أي ضمان الحق الحق الطبيعي للإنسان بصفته وحدة بشرية مستقلة يعترف المجتمع باستقلاليته النسبية طبعا كلمة نسبية ما فيه شي مطلق تعمل بالذكية حتى وإن كان شار لا استقلاليتك نسبية بتنتهي عندما تقوم بأي فعل سلبي طبعا استقلاليته النسبية في حدود القانون اللي بيضمن أمن المجتمع وسيره الطبيعي بعد لذلك تغير مفهوم الدولة تدور بما يضمن تنظيم عقلاني يحقق سير طبيعي لكل العناصر المعادلة الاقتصادية الجديدة ويحقق أيضا قبرة الفعل الدولي في التكيف مع المشكلات اللي رح تظهر وكيف ممكن تحل وبتنتج مفق لكل هالحكي هذا تطور تدريجي أو ناتجة تدريجيا حسب تطور المرحلة الصناعية اللي تمثلت في عدة أشكال ظهور النقابة واللي هو أول ظهور للحركات الاجتماعية بدءا من منتصف القرنة 16 ايش هي النقابة؟ النقابة هي عبارة عن تجمع لأصحاب المهن أصحاب الحرف أصحاب العمل أصحاب أو خلينا أقول صفات مشتركة أيًا كان يعني هاي الصفات مشتركة فتشكلت جماعات عمل جديد بالمصنع بسبب أنه هدول كلتهم في مصنع وهي الأطول العملية تنسجم مع بعض الوقت البعض وفق الحركات وعي عمالي مهني مع مرور الوقت بدأت ملامح الطبقة العمالية تتسم وتتوضح أكتر وتشئ طريقة نحو إدراك معالم وجودها الوظيفة في المجتمع ومنه صار فيه تمثيل صار فيه تنظيم صار فيه بنيات قوة اجتماعية تتفاوض على الحقوق مع مين على الطبقة الأكبر اللي هي البرجوازية وهنا ينتهى بقى عصر وبدأ عصر جديد ما عاد يقدر الغرب يعتبر الفئة العاملة مجرد أداة مثل ما كان في المراحل السابقة أبداً ما عاد أداة إنتاج قصداً أنه صار فيه مصنع وتوسع وتعقدت الحركات كلنا في المدينة في المبادلات الجارية في المدينة وظهرت البنوك إطار مؤسسات جديد للاقتصاد وبات من الواضح فول المجتمع الغربي مع حتمية جديدة اللي هي التكيف مع صورة جديدة مع مقضيات الوقت اللي هن فيه واللي رح تقود العالم نحو توسيع لطاق السوق وتحويل العالم ككل إلى مجرد مرحلة من مراحل رأس المهد نرجع لهذه النقطة كل ما يحدث في العالم رحد محركاته الأساسية هالمهد أو الاقتصاد بمعنى أوسع صعب شي هالكلام اليوم واضح شي إلا لا الأمور تمام دكتور الأمور تمام الله يزيك الخير يا رب ما فيه شي صعب إن شاء الله شكرا جزيلا أو الرابط هذا الخالي هل بتسلينا نصبهم هون وبعدين نبلش بموضوع علم الاجتماع كخلاصة عاملة هاي المحاضرة يمكن القول إن المرحلة شكلت المجال الحيوي والأديولوجي الحقيقي إنها بداية علم الاجتماع ليش يا جماعة برأيكم سؤالنا الكل بناء على الكل اللي حكينا ليش البداية الحقيقية لعلم الاجتماع ظهرت هون مين بيقلي بشو السبب دكتورة بس ممكن ترجع تعيدي السؤال اللي كاني عم غطش صوت النت عندي تمام برجع بقول بناء على هالحكي فينا نقول إنه هاي دي المرحلة شكلت الإطار العام لبداية علم الاجتماع يعني صار فيه أسباب حقيقية مقاومات حقيقية لنصهور علم الاجتماع شو هي هاي دي المقاومات يا جماعة المقاومات هي التكنولوجيا اللي طلبت تحديث للاقتصاد والعلم الاجتماع أو الظواهر الدراسية اللي كانت بعد مثلا تناغل من مرحلة لمرحلة حتى صارت بأحدث المراحل واحد من هاي الأسباب أيضا فيه اشي أهم تدهور المجل الاقتصادي في العالم مو حاليا عم نحكي عهديك المرحلة اللي رافقت ظهور علم الاجتماع يلا لازم أقول تشتغل يلا بدي اسمع من الكلف اللي بده يكتب بعد شات أنا جاهزة أني شوفو لماذا ظهر علم الاجتماع بعد كل هاي التطورات اش هي التطورات اللي رافقت ظهوره خاصة في أوروب يلا بدي أعطيكم يا وظيفة إذا ما حد يجب يا دكتور حسب ما حكيتي أنت هون أنه هو الثورة الصناعية اللي صارت تمام أحسنت أحسنت وطلب تمام وطلب مثلا المفكرين أو المحلين أنه يكون في يعني إنتاج أكثر تمام في حدث مهم جدا 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 هو البداية أمور بداية هو أحد المفرزات الأساسية أو خلينا نقول أحد مقاومات أساسية بس هيك قالوا لي مشان أعطيكم الوظيفة يا أما بدي أعطيكم الوظيفة كبيرة أكيد رح ترجعوا لجوجل للنت ورح تعملوا سيرتش كبير كتير بس أنا مشان هيك بدي أهلأ اسمعوا هلأ بس أعطيني أنا دقيقتين تمام ما رح أطلع برا التلفون بس لأرجع شوي هيك المعلومات لأخذناهم معلش هلأت رح يخلص لينك الرابط بقي فيه دقيقة هو أنت سؤالت دكتور أستاذ أنت سؤالت ليش مظاهر علم الاجتماع بأوروبا بعد كل المعطيات اللي أنت أعطيتها أحسنتي هاد هو بسؤالي إشو هي أكثر المعطيات اللي ساعدت على ظهور علم الاجتماع خاصة بهالمرحلة التاريخية بنت القرون الوسطى إش أحسنتي سلامات من جديد خلينا نعمل شير أي يا جماعامين بدي يجاوبني على سؤالي ما هي الظروف التي ساعدت على ظهور علم الاجتماع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية كله اللي بيفطر في بعلكون فنتظر الجواب دكتورة هلأ أول شي طبعا هو الشي اللي يمكن الأهم اللي خلى يعطي المجتمع مثلا الفرد مهمته المجتمع مهمته يعني ترتبية الأدوار يمكن هذا الأمر تمام طبعا هذا الحكي بعد بالقرن الأربعة عشر كان بعد سقوط الأندلس كان كانت أوروبا في مستوى المعيشة لقاية الهمية مستوى الدني صحيح صح صح كمل بعد هاي الفترة صار فيه تطور وفيه نقاشات ما نسمى الفلسفة الكبرى التي عادت في المناقشات الكثيرة من المفاهيم المحاور الإنسانية من المستوى الثاني وصار فيه التعلق في العمال والمجتمع صار يعرفوا اش فيه مثلا درسوا المحاور الاجتماعية بشكل كامل تمام تكمل يعني خربت كتير كلامك لا غبار عليه نهائيا وكله صحيح بس لازلت الى الان عم تعطيني مقدمة طيب طاهر شكرا جزيلا ما أصرت عن جد شكرا من القلب تمام مين عنده اجابة يا جماعة مين عنده اجابة اوكي اوكي انا بجاوب ما رح اطلب منكم مهمة او وظيفة فكرت بالامر خلال الدقائق اللي اخدنا فيها بريك لبينما اخدت رابط جديد من اللزوم انه رح تقدروا تطالعوا الاجابة كلها من النت وهذا طبيعي وديهي ما بفيني علق عليه نهائيا بس انك تحبي انه تستخلصوا هذا الشي من خلال محاضرتنا اللي انا بنوازيها جماعة تفضل لا عفو منك توسيع مفاهيم الملكية في يد وذهنية الاططاعة الغربية التي سوف تتوسع مجالات النظر كالسلطة والمجتمعية كغيادة تاريخية لا الربط كمان كمان الربط عن فكرة طهر انت عم تدور في فلك الاجابة ولكن ما عم تقدر توصل للجملة الصح تمام ولكن جوز ما عم تخبر ايه تمام يعني هذا هذا يعني انك فكرت تمام فكرت على ايمكن بتكون تدريب بتكون لحتى انه توصل للفكرة بشكل مباشر هذا الشي منعلق عليه في خلال السنتين القادمتين تمام ان شاء الله اللي صار يا جماعة هو خلى عنه الاجتماعي يظهر او يكون فيه له بداية حقيقية هو التطور العلمي الرهيب اللي صار هي من ناحية التطور القيم الاجتماعية والقانونية والسياسية اللي صارت بسبب انه القضاء على افكار الكنيسة واعطاء العقل الانساني الحرية بالتفكير والانتاج الفكري واللي صار ايضا تغيير المفاهيم الاقتصادية اللي حكينا عنها اللي غيرت شكل الانتاج وبالتالي غيرت من طبقات المجتمع كلياته وغيرت الادوار والوظائف والمهام والاهم من هذا كله الحرية اللي انفسحت امام العمل الاقتصادي اللي استوجب استوجبها الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وهذا الشي كله استوجب تغيير النظرة للقانون كاملا صار في حقوق وصار في واجبات وصار في طبقات وصار في مهام وصار في مجتمع بده حماية تمام مين اللي بدي يحمي هذا المجتمع الدولة شلوم بده تحمي المجتمع الدولة بده القانون كل هاي التغييرات افسحت المجال لظهور علم الاجتماع صار في مادة سخية صار في يعني كثافة في المواضيع اللي ممكن ينطلق مننا عن الاجتماع وهون بلش بقى التيار الوضع التجريبي ليدرس الظواهر الانسانية والاجتماعية هو نتاج تداعيات الثورة الصناعية وعصر التنوير والثورة الفرنسية إلا كل حدث من هدول أحدث تغييرات هائلة بعقليات ونفسيات الشعوب صحيح إلى حد ما صحيح يا فاطم صحيح إلى حد ما شكرا جزيلا دكتوران قلتلك بالمحاضرة القبل هاي يعني أب ما تخلص هذا الرابط قلتلك أنه هو السبب الرئيسي كان الحضارة والتطور العلمي قلتلك صح يعني هذا تذكر يعني هلأ إذا أنت سألتنا هذا السؤال وجوابتك أنا هذا الجواب ما تكون كافية الإجابة ما تاخد علامة عليها ولا لأ أنت بتخد علامة ولكن للأمانة أنه أنت لسا تتعبدون في الأمر صحيح ما قلتلك تذكرتلك صحيح صحيح تذكرت مرتين تتعبدلك صحيح تذكره وإنه لا بس في حدث أقل أنت أعطيتني جواب عام جدا تمام جواب عام جدا أنه تغييرات في الحضارة في القيام صح ولكن شو هي الأحداث تمام بس هي الأحداث الفعلية الـ الـ اللي كانت مباشرة اللي أدت لهذا الأمر هي كانت مثل ما حكينا الثورة الصناعية أكتر شي التفظم العلمي والفكر الرهيب اللي صار القضاء على أفكار الكنيسة وسلطة الكنيسة ظهور فئة الدولة والمجتمع والحماية اللي مفروضة على الدولة لهذا المجتمع الحرية الاقتصادية الرهيبة اللي صارت التوسع في رأس المال التوسع في في الأسواق التوسع في إشكال العمل كل هاي الأمور كانت السبب المباشر لظهور علم الاجتماع بالشكل الوضعي الحالي طيب هلأ فينا نبلش بموضوع علم الاجتماع نحن ندرس في هاي المحاضرة التطرق إلى موضوع علم الاجتماع ممكن نقول التغييرات الاجتماعية اللي حدثت خلال الصور الصناعي ورد فعل على الجه البسط الكنيسة ممكن يا خالد ممكن ممكن شايفين الشراء عم تتبلور هلا إجاباتكم مين اللي أعطاكم هذا التمهيد الكبير طاهر هلا يعطيك العافية طاهر ما أصرت أمدا على فكرة تعرف أنه أنت بهذه الإجابات يعني أخذت عقل أصدقائك وزملائك وخليتهم يدوروا بالفلك فأنت قدت مهمة كتير راقية شكرا لك تمام وإنما أعطيت لا فضل لأ فضل لعائلكم على فكرة أنا يعجبني الطالب اللي بيستفزني بيسألني بيحاول يفهم أكتر ما بيكفي فقط أني أقرأ له وعطي أمثيلين تمام يا ريت تكونوا هاي أنا بتمنى أنه توصلوا لهذه المرحلة إن شاء الله تمام فإذا نحن نطرق في هاي المحاضرة إلى موضوع بالاجتماع وكيف تحول الواقع الاجتماعي إلى واقع قابل للدراسة وما هي وحدات الفهم التحليلية الأساسية في صياغة أنموذج المعرفة القاعدية السيولوجية السيولوجية هي الإجتماعية السيولوجيا هو علم الاجتماع تمام سيولوجيا ومشن هذا المصطلح ما يكون غريب عليكم السيولوجيا هو علم الاجتماع وهذا على النحو التالي أول شيء أول مفاهيم أو نمازج المعرفة الاجتماعية هو الاجتماع البشري من أبرز واعقد مشكلات العلم تحديد الموضوع وهي بالفعل الخطوة الأولى لأي علم في العالم شو موضوعك؟ عن شو عم تحكي؟ شو اللي عم تدرسه؟ شو اللي عم تبحثه؟ شو هو المجال اللي أنت عم تشتغل فيه؟ فأعقد مشكلة للعلم هو تحديد الموضوع اللي عم يشتغل فيه وضبط المسألات اللي فيه بما يضمن شروط الوحدة المنهجية بمعنى ضبط المسائل اللي حشتغل عليها بما يتوافق مع المنهج تمام؟ بعد ذلك ولعل من أبرز ما طرح حول هذه القضية هو ما هو موضوع علم الاجتماع والبحث في حدود الموضوع مكوناته الفعلية شو هو موضوع علم الاجتماع؟ شو هي الموضوع؟ شو هي المكونات الفعلية لها الموضوع؟ أنا شو دي أشتغل؟ وين مكونات عملي؟ إلى آخره ألا تتجسد وتلحظه أشيراته الكمية والنوعية بما يؤهلها للقياس الرياضي يعني أنه تصبح بأرطام تصبح بجداول بيانية تصبح بمقاسات كمية حسب الرياضيات وحسب القياس الرياضي اللي تفرضوا أو مولي تفرضوا اللي تستخدموا كل العنوم لقياس نتائجها ذلك أن العلم لا يؤمن بقضايا تفسير نظرياته بعيدا عن رياضيات الرياضيات ما تدخل بكل شيء في حياتنا على فكرة أي التعبير وأنا بعشاء الرياضيات وكنت شاطرة فيه جدا في مرحلة الدراسة الجامعية أي التعبير ليش؟ لأنه من أصل دراسة صراحة لأنه مهم جدا من دراسة أي التعبير والتفسير عن الظواهر بمقتضى القيم الرياضية كتعبير يفرق من خلاله بين التأويل والتفسير بمعنى الرياضيات هي اللي بتأويل ما بين تأويل شغلة هي اللي بتفصل على فكرة ما بين تأويل شغلة تفسيرها يعني أنه أو وضع خلينا نقول احتمالات لا لا وتفسيرها الحقيقي تمام؟ يعني هو الفرق الحقيقي ما بين تأويل اللي هي عبارة عن وجهات نظر في التفسير والتفسير الواقعي والحقيقي أي بين العلم والفلسفة والعلم من أجمل مضامين الفكرية اللي قدمت ديرك هايم أو ديرك هايم لهذا السياق هو أنشغال المستمر في أغلب دراساته على غيرار علماء الاجتماع باختلاف مشاربهم ومدارسهم واللي هو معنى الاجتماع البشري أو ما هو معنى المجتمع يرى ديرك هايم أن السؤال الأساسي في هذا الإطار هو كيف أن ناتجاً معيناً للأفراد يشكلون مجتمعاً يقول ديرك هايم السؤال الأساسي هون هو كيف أنتجوا هالأفراد مجتمعاً؟ كيف شكلوا مجتمعاً؟ ما هو السبب الأساسي؟ واللي جعلوا كله في إطار واحد شكلوا مجتمع خاصياً؟ حتى نفهم بعمق هالقضية يجب إرجاعها إلى اللحظة أو إلى إرجاع اللحظة إلى زمن تمثلات المجتمع الصناعي شايفين قد تفرض حال الصناعة لكل شيء وهي اللي أدت إلى هذا التطور اللي عم نحكي فيه هلأ وكيف أن المجتمع من حيث عملياته وقواعد تشكله جديد خذ أبعاداً جديدة ما كانت موجودة قبل تساطعش وكل اللي حكينا كان تمهيد لهذا التطور اللي عم نحكي هلأ كل شيء أخذته في الفترة السابقة هو عبارة عن تمهيد لأنه كل الأشكال الاجتماعية تأثرت بشكل الصناعة وهذا ما كان موجود قبل قرن تساطعش وبالتالي فإن هذا المفهوم الذي هو الاجتماع البشر يفيد إلى عملية بحث جديد في موضوع علم الاجتماع أو مو بحث جديد هي البحث الأهم والأكبر في علم الاجتماع ولعل هذه القضية الأبستمولوجية المعرفية كانت سبباً مباشراً في تنوع المقاربات ومكونات الأطن النظرية بشكل عام فاختلفت المدارس والمناهج بعد ذلك في تحديد ما هو موضوع من الاجتماع انطلاقاً من تبيان خطي حدود الفهم بمعنى انطلاقاً من تبيين حدود الفهم والتبني لإشكالية الاجتماع البشري أي في المجال الحيوي للظوهر الاجتماعية اللي بتظهر تندثر تحدث أثر معين في المجتمع نتيجة التفاعل البشر مع بعضهم بعض في لحظة معينة في لحظة تاريخية معينة هاللحظة هذه تعطي عناصر موضوعية أو تتحدث بعناصر موضوعية بما يحدث جملة سلوكية معينة ومجموعة أفعال فردية وجماعية مختلفة يعني بمعنى انه هاللحظة البشرية هاي دي أو هاللحظة تاريخية هاي دي موجود تفاعل بشري معين في إطار مجتمع معين في ظروف موضوعية يعني خارجة عن الإنسان هاي دي الظروف هي اللي بتحدد كل السلوك بالفرد وبالجماعة بنفس الوقت تمام؟ هالسلوك بالفرد وبالجماعة هي محلة دراسة تمام؟ هي محلة دراسة أو هي موضوع دراسة وهيك فينا نفك شفرات تكوين وأسباب التكوين الخلل والاستضام في صيرورة المجتمع صيرورة المجتمع يعني الجدل الطائم والتقدم المستمر والتغير المستمر في المجتمع وهي المهمة حدد العلم كوظيفة بحثية في الدراسة فابر العلم هو ما الذي يؤثر في صيرورة المجتمع بما يضمن تنمية وتعزيز قدرة المجتمع في التحكم في سيره كيف يتحكم المجتمع بسيره؟ وهل بيقدر يتحكم بسيره عن جد؟ وهو السير المحكم بقوانين الاقتصاد شايفين أنه حتى تغيير وسير المجتمع بحكم الاقتصاد حسب مخرجات المجتمع الصناعي فالمجتمع الصناعي هو اللي يتسر على حركة المجتمع كاملا تفهم الفكرة اللي عيدة ما بظلنا صعبة لأني عالكم اللي يفكر بإجابتي ما بيصعب علي فهما عجبتوني إن شاء الله أفهمنا عن جد عجبتوني وشكرا لكم فرحانة فيكم أنا وإن كانت الإجابات قليلة حصرت بتلاتة ولكن جيد ربي سادك وجسار في جهودك جسار جهودك الله يزهر ما جهودي أنا أنا كل ما هنالك عم حاول أوضح ولكن العقل المستقبل هو الستم يا طاهر هل عم يتفاعل ولا لا؟ هل عم ينتج ولا لا؟ صح ولا لا؟ جبناها على القافية طيب نعم صحيح يعتبر أو يعتبر موضوع العملية من المفاهيم المهمة جدا في علم الاجتماع تمام؟ باعتبار تطور باستوى التصور واعتبار أن المجتمع هو عبارة عن مادة حية تتشكل حسب عمليات معينة بهذا الصراع والتناغم أو التلاتبية الطبقية كل هذه عبارة عن تفاعلات هي اللي بتعطي موضوع لعلم الاجتماع فالعمليات سواء كانت صراع أو تناغم أو تراتبية طبقية يعني أنه في طبقات عم تاخد دورة وعم تشتغل وفق دورة كل هذه عبارة عن موضوع مهم جدا في علم الاجتماع وكذلك التثاقف وش يعني التثاقف؟ يعني الإنتاج الفكري الإنتاج الفكري بما يدل على قوالب الإطار الفكري وتفاعلاته بين الأفراد والجماعات البشرية المختلفة فالجملة السلوكية هي جوهر العمليات يعني سلوك الفرد والمجتمع هي في الحقيقة شكل المعنى الفعلي في اجتغال البحث يعني لموضوع البحث وقدرته على تفكيك المفاهيم وإسقاطها في التجربة فالعملية يا جماعة برجع بعيد العملية سواء كانت إيجابية أو سلبية سواء كانت صراع أو تناغم أو تفاعل إلى آخره كل هذا هو عبارة عن القالب الفكري أو بتقدم القالب الفكري اللي من خلاله منقدر نفهم هالتفاعلات بين الأفراد والجماعات البشرية ومنقدر من خلالها نفهم السلوك الصادر عنهم وبعدين نفهم جوهر العمليات الحقيقية اللي هي كما هي على الأرض الواقع ومسقطة في مجال التجربة هذا هو مسار المنهجي للمدارس السيولوجية الاجتماعية بمعنى تفهم العملية تفهم المفاهيم وتسقطها على أرض الواقع في الظاهرة الاجتماعية وتفهم كيف ظهرت الظاهرة الاجتماعية والحراك الاجتماعي وأيضا الثقافة التي هي الكل الذي يتألف من قوالب التفكير والعمل في مجتمعين أو في مجتمع معين بالتغير في الثقافة والبناء الاجتماعي إضافة إلى النظم الاجتماعية وهي الأساليب المقننة والمقررة للسلوك الاجتماعي ذلك أن العمليات الاجتماعية المحورية في موضوع علم الاجتماع تمتد إلى دراسة الانتجاه بما يتيح مشروعية الموضوع هذا الحكي كلها عبارة عن سرد وحشو تمام؟ أول مقترح للدراسة من أبرز تلك الوحدات التي شغلت هموم علم الاجتماع من ذلك الصراع الطبقي اللي هو عبارة عن وريد مخرجات صناعية جديدة وعنصر جديد كتير مهم جدا وأساسي في التغير الاجتماعي الغربي الذي يتصل بجذوره التكوينية الأساسية اللي بتروح لمنتصف القرن الثانيب وهذا ما تنصد عنه مواضيع الفروع البحثية العديدة من ساحة العمل البحثي العلمي مثل انحراف الأحداث الجريمة بسخة فعل اجتماعي نتج بفعل اختلال النسق وتصادم المكونات بما بعض البعض النسق هو عبارة عن مجموعة بشرية معينة أو جماعة معينة بما يتعارض وغايات التناغم في بنيت المجتمع الصناعي الغربي جديد الموازي لموضوع علم الاجتماع وحتى مواضيع العلم الاجتماعية الأخرى واللي هي الغالية الأساسية التي مثلت رهان البحث ومصدره أو مصدر طلقه المعرفي بحيث نقدر أنه نستطيع صياغة الاقتراب الموضوعي المنصف بالتساع الرؤية وشمولية منظور النظر والدراسة بصراحة هذا الحكي هو عبارة عن محاولة شرح مواضيع علم الاجتماع ولكن المشكلة أن الصياغة فلسفية بحثة لذلك خلينا فقط نفهم منا المهم أنه مواضيع علم الاجتماع شغلتين نقور شيء الاجتماع البشري هي أبرز مواضيع العلم علم الاجتماع وثاني شيء العمليات أيضاً ثاني أبرز ووضيع علم الاجتماع من هم رواد علم الاجتماع؟ كثير بيظلم علم الاجتماع بنخلدون لما ما بيحاول أنه يعطيه حقه من دراسة الاجتماع أو دراسات الاجتماعية اللي قدمه لا ما فينا ننكر أنه الاجتماع هو أول ما نوضعه كعلم تمام؟ ولكن أول ما ندرس فيه وكان له أبحاث وكتب رهيبة فيه هو كان أبن خلدون تمام؟ فهون منا نحاول نتطرق الارواد علم الاجتماع من حيث المرحلة الزمنية أول شيء واللي كان أول أبن خلدون بشكل واضح ولا غبار عليه وبعدين منا حيث المنهج والموضوع اللي هون كان فيه الغرب هو اللي يشتغل أكتر أو بنفكرين غربيين يشتغلوا أكتر لذلك ندرس أول مرحلة الزمنية من جهة وبعدين منهج والموضوع واتبعا أيضا لأهمية الدراسات اللي تركت أثر معين في تاريخ علم الاجتماع وتاريخ المجتمعات من جهة أخرى لذلك من حيث المرحلة الزمنية عنا أول شيء بن خلدون بن خلدون كان بالقرن 14 فيه عز جهل القارة الأوروبية اللي كانت لسه الكنيسة مسيطرة على العقل وعلى البشر تمام؟ حتى على السياسة إلا أن أهمية ما قدمه بالنسبة للعلم الاجتماع والمجتمعية قاطبة تنتج عن إسهاماته محل بحث ضمن النطاق المرحلة الزمنية اللي بتواكب مرحلة علم الاجتماع منهجا وموضوعا فعلى مستوى مكونات الإطار المنهجي إبل خلدون حدد المنهج وإلى أبعد من ذلك وبين كيف أن العلم العمران خارج نطاق المناهج المعتمد ليس إلا حديثا يخلوا من القدرة أو خلينا نقول يحكي عن القدرة على تتبع موضوع بما يضمن خطا موضوعيا متكون من جملة متغيرات متساندة بمعنى أنه هو هاول أنه يوجد منهج جديد لهذا الدراسة أو لهذا الشكل من الدراسة بحيث أنه ينطلق عن إطار المنهج المعتمد سابقا وهو عبارة عن منهج جديد متكون من خط موضوعي هالخط الموضوعي هو المتغيرات الموجودة على أرض الواقع بمعنى أنه جعل له منهج واقعي تمام؟ جعل له منهج واقعي هالمنهج الواقعي بيؤدي أو ينتهي إلى تحليل الأسباب التغير والتعقب والتشكل وكيف أنه ظواهر وبنيات اجتماعية كاملة بتظهر بعدين تتلاشى تمام؟ فبتحل محل بنيات جديدة مين اللي درس هذا الشيء بأمر واقعي جدا؟ ابن خلدون هو أول واحد سبق أوروبا كل ياتا يعني أوروبا بعد أربع قرون للحبط بهذا الشيء وكيف تتعاقب الحكومات والمماليك وكيف أنه تاريخا كاملا للبشر لم يقرأ وما ندرس ليش؟ بسبب غياب تحديد موضوع علم العمران اللي هو علم الاجتماع الحقيقي وقد كانت طرح الخلدون أو ابن خلدون متقدم كتير كبير على زمانه أول واحد يا جماعة على الإطلاق في العالم كله اللي درس دراسات اجتماعية حقيقية بمناهج واقعية حقيقية بتتبق كامل لمسارات المجتمعات والحكومات والمماليك وكيف أنه بنيات اجتماعية كاملة بتظهر وبعدين بتنحل بتروح بتغيب شو هي الأسباب وشو هي الإحداث اللي واكبت هذا الشي كل هيدا الأمور ابن خلدون سبق أوروبا فيها بأربع أو خمس قرون كمان اشتغل ابن خلدون بتصنيات تتبع الظاهرة في الميدان وهذا المنهج العملي البحث أو الوضع البحث أو التجريب البحث اللي حكى فيه أوغست كونت بعد كذا قرن كانت سابقة منهجية شوفوا على الكلمة ما أجملها بالفعل هو كانت سابقة منهجية ما كان موجود ما كان هذا المنهج موجود أبدا ما كان منهج موجود هلأ فينا نقول ما كان منهج موجود ليش؟ لأني ما كان فيه إنتاج فكري أوروبي ما كان هاي العلوم موجودة في أوروبا ما كان فيه المناهج العلمية الدقيقة والقوية في أوروبا كانت موجودة عند العرب والمسلمين كان فيه تطور فكري هائل عند العرب وكان من أهم هالوجوه المتطورة علميا ابن خلدون فلذلك يا جماعة اشتغال ابن خلدون بتقنيات تتبع الظاهرة في الميدان كانت سابقة منهجيا فتميزت العصول التي خلت بتصور فكري فقط يعني أنه بدرسوها من الظاهر فقط أو من الظاهر عفوا دراسة فكرية يعني تصور بحت يعني يعني شي مجرد ضمن العقل فقط أما أنه يقترب من الميدان ما كان هذا الحكي موجود ولم يكن لكبار المفاكرين لأنه سبقوا من خلدون غير النتجي الأفكار في قوالة بالتشكل المنطقي أسبابه نتائج بس ما عندهم أكتر من هي أما اللي بيشوفه على أرض الواقع وبيتتبع على أرض الواقع كان هو أول واحد إن اشتغال بن خلدون بالسياسة على فكرة هي ميزة وحراك تجواله الطويل من الشرق إلى الغرب هو شكل بالنسبة لدراساته رافض موضوعي بمعنى توسعت أفق العمل عنده كتير ليش؟ لأنه سافر كتير وشاف مجتمعات كتير واشتغل بالسياسة كان مستشار أو قاضي لملوك زمانه لأحد ملوك زمانه فأقترابك كتير من الاداث من الميدان وأنك تقول يا ننجزق منها هذا الشيء رح يخلي الأفكار عندك مواضحة جدا وهذا الشيء ما تسنى لقبله صراحة تمام؟ فهل تجوال كبير شكل رافض كبير في فهم المزوار الاجتماعي وأنماط الصلوك اللي بتختلف باختلاف المجتمعات طبعا لنموزج تفسيري تحليلي معين آخرا يمكن القول نقبل خلدون بس هل روح التصور العلمي الحقيقي لعلم الاجتماع وهي دي كمان صحيحة مية بالمية العلم الحقيقي والتصور الحقيقي لهذا العلم كان عند ابن خلدون وكل العلم الاجتماعية التانية الاقتصاد التاريخ الإسكان أو السكان كله كان ابن خلدون مبدع فيه وهو ما تم الاعتماد عليه دون أدنى شك من قبل الفكر الغربي كله اخذوا دراسات ابن خلدون وبنوا عليها فنقطة الانطلاق الرائع جدا أو عفا نقطة الانطلاق للتقدم الرائع جدا للعلم الاجتماعي الكامل اللي عم نشوفه حاليا كله ياتمرج على ابن خلدون ويكفي أن نتصفح المقدمة حتى نفهم أسبقية هذا المفكر في تحديد معاني التغير أي التعاقب وكيف صور لنا بشكل هندسي سنة التغير الاجتماعي قانون كوني يسكم المجتمع وينتقل به من صورة إلى أخرى انتلاج داخلي للوحدة التكوينية الداخلية لهذا المجتمع واضح يا جماعة واضح دكتورة واضح دكتورة دكتورة هو هو مسمحو الله يعني مثل ما قالت أنه ابن خلدون هو كان البناء الأساسي لكل العوامل الاجتماعية يعني من عوامل الاجتماعية اقتصادية أو حضارية أو سياسية أو كل شي يعني صحيح على فقرة أخذوا الأفكار منه وبنوها على كاعدته تمام حتى أنه السياسة النقدية والضرائب الحالية يا جماعة وهيدي قنبلة السياسة الاقتصادية الحالية والنقدة العام والضرائب وهالمسائل هيدي كل ياته كان له فيها دراسات طويلة وباع طويل جدا يعني حتى إسهاماته الاقتصادية واضحة يعني هذا الإنسان كان رائد الشي يعني رائد يعني سبق عصره بالفعل ابن خلدون سبق عصره والدليل أنه دراساته انبنت عليها علوم بحالة حتى إنجازاته التاريخية جماعة هو أول من أسس علم التاريخ بشكل الحالي يعني هو بس علم الاجتماع كمان التاريخ يعني أنا لما بتخيل هدول العباقرة أنا بسأل حالي إنه هدول شو كان العقل اللي عندهم بسلي أفهم يعني إحنا إذا بنشتغل ببحث يا الله بحس حالي أنجزت شغلي وبروح بعمل حفلة إلا شوي أنا وأهلي إنه صدر اللي بحس يا هدول يصدروا علوم بحالة علوم يا جماعة علوم مو علم مو بحس مو دراسة مو كتاب علوم بحالة صدروا يا سبحان الله يا سبحان الله على العقول كيف كانت هلأ فإذا من حيث المرحلة التاريخية حكينا المرحلة الزمنية أول واحد كان هو إبر خلدون هلأ من حيث المنهج والموضوع تمام كما سبق اذكر كانت فرنسا معقل التغير الاجتماعي الغربي والمسرح الحقيقي لكل المشاهد المخرجات المرحلة الصناعية وهالحكي صح ولعل الأحداث الفعلية التي دفعت خيال وتفكير أوجست كونت نحو حتمية تبني النظرية العلمية في تسييش والمجتمع بعيدا عن الفلسفة المفتوحة على التأويل والاستحال للتوقع فبناء النظرية العلمية المبنية على الملاحظة والمنهج المتدرج في فك شفرات إبهام الظواهر مثلت روح وعقيدة الفلسفة الوضعية وهو يعني فكر شوي أنه هذا التغيير الاجتماعي والتغييرات الفرضطة المرحلة الصناعية دفعت كتير عقل أوجست كونت لحتى يعني يؤمن بحتمية الدراسة العلمية للمجتمع وأنه كيف عم تظهر الظواهر الاجتماعية بعيدا عن كل ما كانت متاحة في الفلسفة الفلسفة بتتيح يعني أفق كبيرة للتفكير ولكن ما بتطالع الإنسان عن إطار التأويل التأويل هو عبارة عن إعطاء فرضيات تفسر ولكن ما بتعطي المؤشر الحقيقي تمام ما بتعطي التفسير الحقيقي والواقع تمام فبناء ملاحظات علمية حقيقية أو نظريات علمية حقيقية مبنية على أول شي ملاحظة ثم منهج ما كان ممكن من خلال إلا من خلال هذا الشي إنه ننفق شفرات الظواهر وإبهام هذه الظواهر وهذا الحقي اللي هو بداية بملاحظة ثم بمنهج هو أساس العقيدة الوضعية تمام فأساس كل الفلسفة الوضعية مثل ما نكون شايفين هي ولاحظة ومنهج والتي انتهت بفعل اجتهادات هذا العالم أو هذا العالم إلى اعتبار الظواهر الاجتماعية معطاة للإدراك الحسي يعني إنه فينا نلاحظة مباشرة والعالها كانت ومثلت ترجمة فعلية لمشروع استاذه سان سيمون استاذه لا وكستكون كان سان سيمون اللي هو الأب الفعلي للوضعية الأب الفعلي للوضعية والعودة إلى سياق المرحلة اللي عايشة كونت فقد اتسمت بحالة خلل ببنية المجتمع الفرنسي سياسيا واجتماعيا وبكل الأصعيد فكان المجتمع الفرنسي في هاي المرحلة مخاضعة سير جدا بسبب الحروب اللي ولدتها الثورة ونابليون وقيادة نابليون وهي ليست مجرد حروب تقليدية لأنه في مرجعيات فكرية كتير تشعبت فيها وتحكمت فيها للأسف يعني قدر ما كانت تنبع من الوهم الديكتاتوري الثقافي الفرنسي اللي كان يعني خلينا نقول توسع على نطاق عالمي فأوغاس كونت يعطي أن الفكر البشري عموما شهد عبر التاريخ من خلال مظاهره تطور تاريخي وبمستويات أساسية لطبيعة وجوهر التفكير ويمكن شرحها عن نحو التالي سؤال مهم جدا ما هي مراحل الفكر البشري عند أوغاس كونت أول شيء اللاهوت أو مرحلة اللاهوت هاي المرحلة يا جماعة في المرحلة اللاهوتية كان التفسير البشري للظواهر والأشياء كانت تحدث بسبب خلينا نقول تفكير إنسان في هالمرحلة اللي كان يرجع كل شيء إلى سلطات غيبية أو توا غيبية بمعنى أنه ما له علاءة الإنسان بأي شيء عم يحلص إنما هي الإرادة الغيبية اللي هي أقوى وأكبر من الإرادة البشرية هي عم تتحكم بكل شيء وما كان على الإنسان سوى أنه يخضع له بالمطلط ليش؟ لأني جاي من السماء طبعا هيدا بدايات العقل البشري أو بدايات التفكير البشري وهي مرحلة صحيقة جدا في الزناء المرحلة الميتافيزيقية هاي المرحلة اللي فيها الاعتماد على التفسير كان هو أن تفسير ما حدث وما يحدث هو عبارة عن تصور استعلائي مجرد شيء قوى فكرية بعيدة غير طبيعية إيش معنات ميتافيزيقة يعني ما وراء الطبيعة أو ما بعض الطبيعة أو ما خلف الطبيعة تمام فكان يفسروا كل شيء بقوى ما هي طبيعية يعني هلأ هي قريبة من اللاهوتي ولكن مرحلة متقدمة شوي فاتنينة تون من هاي المراحل العلمية ما كان فيه إنتاج فكري بشري أبدا كان يرجع كل شيء ويفسر كل شيء لسلطات بعيدة عنه شيء سوى قوى غيبية ما لعلاء البشر فيها أو شيء لأفكار يعني مجردة بعيدة تماما عن الإطار الوضعي والواقي والحقيقي وما المرحلة الوضعية واللي هي آخر مراحل التفكير حسب على فكرة ما من عندي أنا المرحلة الوضعية هي المرحلة الأخيرة اللي بيتعبر عن نضج تفكير الإنسان وهون بقى بلش الإنسان يكتشف القوانين اللي بتحكم العلاقات بين الأشياء ويفسر الأمور كلا ياتا تماما كما هي في الواقع طيب اشترا يدرسها كما هي في الواقع بيستعمل بقى الملاحظة والتجربة بيشاهد الأمور بيلاحظة بيدركها بيفهمها بيحاول يكون فكرة عنها وبعدين بيطبق عليها تجربة طبعا ما كل العلوم تطبق عليها التجربة الحسية اللي خلينا نقول ممكن تكون متاحة في الفيزياء أو في الكيمياء أو في العلوم الأخرى بعض العلوم مثل العلوم الإنسانية الملاحظة التجريفية أو المنهج المستخدم فيها هو عبارة عن ملاحظة مستمرة تمام ويمكن نقول أن كونت هو مثل دفعة قوية لعلم الاجتماع من خلال شرح مصادر هذا العلم ومستويات التفكير وشرح تفسير الظواهر بعجعها إلى التكوين شو اللي خلى هيد الأمور تظهر يعني ليش منتشر مخدرات كتير في الشمال السوري وهي حقيقة بسبب خلال قانوني وضاع اقتصادي سيء حالة نفسية تحت الصفر بالنسبة للشباب في وقتنا الحالي فأنا ما بدي أفسر المخدرات إيه والله يعني يمكن الله هيك بالدب على عيني وراسي أنه إرادة رب العالمين هي التي تقود كل شيء وهي حقيقة ولكن في أسباب واقعية يا جماعة في شيء واقعي في شيء مدموس هذا الشاب لو كان مستقبله أمامه واضح وسهل التعامل معه وعم يقدر نفسه ما بيلجأ للمخدرات عم بيلجأ للمخدرات لأني في شيء أقوى منه ما عم يعرف يتعامل معه في واقع اقتصادي واجتماعي سيء جدا في انحدار فكري رهيب جدا هاي هي أسباب انتشار المخدرات فأيش عم يساوي ابن أوجست كونت بيحاول أنه يرجع بكل ظاهرة إلى أسباب الحقيقية ليش هيك صار عوامل تكوينة الوضعية المادية المحسوسة فهون باتفع كونت أن العلم الذي يتطفق مع المرحلة الوضعية ويساعد على فهم الغاية المتمثلة في تنظيم المجتمعات الحديثة بناء على العلم فقط وجعل الروح العلمية جوهر عقيد للوجود الاجتماعي فالحقيقة الوضعية بهذا التفسير تفيد نحوى تكريس الأولوية لكل الاجتماعي لأنه هو النسق هو الوحدة هو النسق الجوهري الطبيعي لكل الحياة الاجتماعية كما من الضروري خبور فكرة أساسية وهي أن كل جزء من النظام الاجتماعي مؤثر على غيره وهالحكي صحيح كل مكون في النظام الاجتماعي ممكن يؤثر بغيره البعض تأثيره يكاد لا يذكر والبعض تأثيره عالي جدا وممكن يعمل تحولات رهيبة في مسار أي عملية اجتماعية ووصولا إلى حلقة الترابط بين النظام السياسي والمؤسسات السياسية من جهة وهذه هي تب في أفكار أنه في نظام اجتماعي مؤثر على غيره مين بيأثر على غيره أكتر شيء عن نظام السياسي المؤسسات السياسية الجماعة هيدا بتأثر على كل المجتمع وبتأثر على الحياة الكاملة كلية لكل الكيان الاجتماعي تمام؟ وهنا يبدأ فونت بالحديث عن السياسة وكيف يجب إخضاعها إلا ما يسمى بالأخلاق الوضعية تمام؟ دون سواها انطلاقا من قبول أهمية تقديم الاجتماع لما هو فردي وذاتي وهذا ما يفيد بكون العقيدة الوضعية تؤمن بالحق توازي مع الواجب بمعنى آخر أنه بينما أنه السياسة من أحد الظواهر الاجتماعية المهمة جدا في حياة المجتمع فلابد أنه تنزل السياسة أيضا إلى مستوى الوضعية شلون تنزل لمستوى الوضعية لما بتؤمن أنه في حقوق وفي واجبات فما بتقرر عليك واجبات فقط بدون ما يكون إليك حقوق لا في إلي حق وعلي واجب وأنت كطرف آخر في إليك حق وعليك أيضا واجب فهون لا تقرر واجبا غير واجبات الكل تجاه الكل لأنها تنطلق دائما من نظها من وجهة نظر واجتماعية لا يمكن لها أن تقبل بمفهوم الحق الفردي مستحيل تقبل بحق الفرد فقط وإنما في حق للفرد وفي حق للكل كمان ويرى أن الأسرة تشكل المتغير الوسيط مركزا على الدور الاستراتيجي وهم اللي بتلعبوا في عمليات التنشيئة الاجتماعية وهذا الحكي محض صحيح مليون بالمئة صحيح الأسرة يا جماعة هي بداية تشكل الإنسان في كل حياته فإذا كانت الأسرة وسط إيجابي رح تصدرنا إنسان إيجابي يعرف حقوقه وواجباته ويعرف كيف يحصل على حقوقه بالطرق الصحيحة والسلمية بدون إيزاء وأيضا يؤدي واجباته بشكل صحيح حديث هلأ في سؤال يا جماعة خلينا نوقف هون في إيجابي بتخلص محاضرتنا أي سؤال أنا جاهزة خلينا نوقف عند أكس كونت لأني لابد أنه نتوسع فيه أكثر في المحاضرة القادمة أحد عنده أي سؤال ما حد عنده سؤال طيب إذا ما حد عنده سؤال شكرا جزيلا يا جماعة شكرا للمحاضرة ممتعة معكم أتمنى أن يكون متألت عليكم وأتمنى أنه يكون المعرفة اللي أخدناها مفيدة وممتعة وأعتقد أنه عندكم حلقة بحس أنا